السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني كيفكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا حبايبي راح نبدأ بسلسلة جديدة إن شاء الله واللي هي نتعرف على كلمات بالقرآن من إراها كتير وتكون الإنسان عم يقرأ قرآن بيقرأ كلمات أحيانا يعني ما بيعرف شو معناها تمام لأنه إعجاز القرآن عظيم تمام فرح نبدأ هذه السلسلة إن شاء الله ورح نصير نحكي ونفسر شو معنات الكلمات يلي موجودة بالقرآن نقراها نحن أحيانا ما منفهمها إن شو معناها ورح نفسر إن شاء الله بكل فيديو كلمة أو كلمتين لحتى نعرف شو عم نقرا نحنا بالقرآن تمام طبعا هاي التفسيرات ممنع عندي تفسيرات من علماء مفسرين حكوا وفسروا هاي الكلمات اللي بالقرآن المذكورة اللي احنا ما منعرفها فرح نبلش اليوم بالآية اللي هي بصورة لقمان الآية رقم 32 بصورة لقمان الصفحة 414 والآية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا غشيهم موج كالظللي دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور صدق الله العظم التفسير اليوم سيكون لكلمة ختار كفور يعني كل الهاتف نقرأ الآية بس كلمة ختار كفور ما منعرف شو معناها تمام فاليوم رح نحكي عن معناها ختار كفور معناها الشخص اللي بيكون غدار وشديد الغدر يعني بهذا الوقت الله يارب يعفو عنا بجاه سيدنا محمد كترانين هذول الشخصيات تمام انه في ناس بتلاقيها بيوشك حبيبي وعيني وحياتي بس بيأفاك بتلاقيها عم تغدر فيك تمام فهذا معنى كلمة ختار كفور اللي هو الغدار تمام وشديد الغدر يعني بيغدر وما بيرحم تمام فهذا المعنى لهذه الكلمة ختار كفور المقصود كان بهي الآية هو عكرمة بن أبي جهل هو المقصود بهي الآية كان وهي الآية نزلت لعكرمة بن أبي جهل عكرمة بن أبي جهل راح يوم من الأيام راح أحكي لكم بالعامية مش هنكون الفهم أكتر شوي راح يوم من الأيام هو وصحابه طلعوا بسفينة وهن راكبين بالسفينة رب العالمين أرسل عليهم عاصفة هاي العاصفة اللي اجت بالسفينة كانت كتير قوية وشديدة فأصحاب السفينة شو قالوا؟ قالوا لعكرمة قالوا لهم أخلصوا إن آلهتكم لن تغني عنكم هاهنا شيء يعني عم يقول لهم أصحاب السفينة بيعرفون أنه هن ما بيأمنوا بالله ولا بيأمنوا بسيدنا محمد والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه أسلموا لله وآمنوا بالله وبسيدنا محمد رسول الله فشو قال لهم يوميتها أكرمة؟ قال لهم إن كان لن ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البري غيره وعاهد رب العالمين يوميتها بهي اللحظة عاهد رب العالمين إنه يا رب إذا نجيتني من البحر ومن هالكرب اللي إحنا فيه بس يرجع على البر رح يروح لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويأسلم وإنه سوف يضع يده بيده النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن سيدنا محمد فلا أجدنه إلا عفوا كريمة يعني بيعرف أنه رب العالمين عفوه كريم وبيعرف أنه سيدنا محمد كمان بيعفوه كريم بهذا اليوم رب العالمين نجى لعكرمة بن أبي جهل وفورا راح لعن سيدنا محمد وأسلم وصار على دين الإسلام من بعد هذا الموقف فهي الآية نزلت رسالة لعكرمة بن أبي جهل إن شاء الله يكون فدناكم بالمعلومات وإن شاء الله حتكون السلسلة أطول ورح يكون إن شاء الله في معلومات كتير عن كلمات بالقرآن نقراها مثل ما حكينا ما نعرف معنيها إن شاء الله نلتقى بالفيديو الجاي لا تنسوا الاشتراك بالقناة تعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من مشاهدات وتشكركم لحس المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر